بيتزا الجلاش تحفة جدا ببواق التلاج هتعميلي بيتزا بدون عجن و بدون فرد و بدون اي حاجة كده تحفة جدا وطرية و كمان تستاهل بقوكو على طول معي لف الجلاش و اي حشوة عندك بقى انا كان عندي شوية شاورمة كده طلعتهم وزاتون وفلفل و جبنا مزرلة و جبناه شيدر و رومي يعني حطيت ميكس جبن اللي عندك حطيه بدأت اجيب الصينية بتاعتي كده وادهنها مسحة من الزمنة او الزبدة و احط الجلاش كل طبقتين بدهن ثمنة او زبدة بس خفيف خالص و في النص بحط الحشوة بتاعتي و اكمل نفس الكلام طبقات الجلاش لحد ما خلص اللفة كلها و بعدين بدهن الصينية كده الوش بتاعها بثمنة بتاعتي عشان ياخد لون حلو بتدي ان انا اقطعها واجيب كباية من اللبن احط عليها شوية معلها شوية فلفل و اقلبهم و اسئي بيها جلاش بتاعي ودخلوا الفرن شوية كده حد ما يستوي وياخد لون من فوق وابتدي ان اخرجو احط على وشه الوش بتاع البيتزة بتاعي و ادخلوا تاني الفرن و يا سلام احلى بدا